السلام عليكم بنات كديرين لابس عليكم ان شاء الله تكونوا بي خير وعلى خير تكونوا في صحة جيدة ورمضان مبارك كريم وخطأ عطلت عليكم واحد شوية جبت لكم بريوات سهلين كي يجي يوم خلطين بالكوكا واللوز كي يجي فيهم واحد المذاقرة بطريقة بسيطة كذلك القرامج اللي غادي تحتاجو شحال ديال الزيت غادي تحتاجو شحال تقريبا ديال العسل غادي تحتاجو كل شي غادي تلقاوه في هذا الفيديو هادا بالنسبة للمقادير غادي تحتاجو كيلو ديال الكوكا وفا انا اخذت هاد الكوكا والمنقي وغادي نحتاجو تلتمية تلتمية تلوز غادي نحتاجو كذلك الوحزوج ديال معلقة ديال كوبيل او الشوكولة الخاصة بالحاليب غادي نحتاج هنا يا مية وعشرين جرام تقريبا ديال السكر فعندي هنة ميتين وخمسين جرام لكن غادي ندير غير مية وعشرين جرام عندي هنا شوية ديال المسكة الحرة مدقوقة مع شوية ديال السكر سانيضة باش كتدقلينا مزيلا وغادي نحتاجو ثلاثة ديال معلقة ديال الزبدة اللي يكونوا عامرين شوية بنيسبة الزبدة فكتبقيني لحسب العجنة غتعجني وغادي تشوفي المظهر كذلك تقريبا غادي ندير انا وحد خمسة ديال المعالق وقبيصة ديال الملحة التصحيح الدوق دائما بنيسبة الكوكو فانا هنا خديته منقي باش يسهل علي الأمور وغادي شديته مسحته واحد شوية وبديت كان نطيب فيه فهنا يدرت واحد شوية ديال الزيت اللي تكون باردة ودرت فيها هذا الكوكو وغادي نبقى نحرك بحال هكا باش هكا ما يتحرق ليش الكوكو من جيهة واحدة ويتلبس لي كامل لون ويجي مقرمش ما نديروش الكوكو أولى اللوز أولى في المقلأ وهي الزيت سخونة هنا ينسيت ما ذكرت لكمش القرفة غادي نحتاجو واحد الملعقة كبيرة من القرفة وغادي ناخد اللوز ديالي غادي ندير فيه الماء المغلى باش يتقشر ليا ساهل بالنسبة لطريقة ديال هاد اللوز علش كوتليكم يعني ديال هاد البريوات عفوا علش كوتليكم سهلة وكي يجي غزال بزاف بزاف كي يجي فيه واحد الماضاق بحالي لما فيش الكوكو وكي يجي بحالي لفيه اللوز وجربوه وغادي تشوفو شنو زما هاد الهضر اللي قوتليكم فهنا بعد مثال الكوكو ديالي كامل ما نخليوش يتحمر حتى يتحرق يعني غيبة اللي نابليره تقرمل ونحيدوه فما تخافوش منه وخاك يخرج لك شكوشة غادي نديروه شي صفاية باش هكي يستقطر منه لك الزيت دياله كامل عاد غادي ندوزو باش ننقيو اللوز ديالنا من بعد ما ترتب ليه مزيان في داك الماء اللي غليان فغادي ندوزو نبدأ ننقي فيه بهذا الشكل بالنسبة لللوز رهما كنقليهم متى شي حاجه فقط هاد السلقة هادي اللي مسلوق وكان اخذوك انطحنوه باش كي يعطينا المضاق مركز اكتر اولا كيجي المضاق دياله غالب بزاف فغادي نستمر حتى النقيه كامل وغادي نديرو في شي زويف ونحاول نشوفو لكن عندكم الوقت ممكن تخليوه يبات يعني باش ما يطلق لناش الماء في البريوات ديالنا غادي نشوفو مزيان وعد غادي مبدا نطحنوه إلا كانت عندكم تيرموماتخ فغادي تطحنو فيها كل شي وإلا كانت عندكم مولينكس محلها كعادية غادي تعدبكم وحش فيها ولكن المهم يا انه خاصويت نيل مزيان مزيان فغادي نطحنو فيها ومبدا نحط في هديك الاندوطخوة اولا اللامولاتي الحادقة كل واحد شنو كيقول لها وغادي مبدا نحط فيها هكا حتى ندير واحد الكيميه اللي كتير شوية عاد غادي نزيد لها السكر سانيدة باش تطحنها ما كنت تطحنش لنا هي بحال هكا هاد الشي اللي كنبغيون نيلوه لأنها ماشي ديال هاد الشي دزرارة و هي خاصة يعني هاد الشي بحال هكا اللي بغيت نزيد يعني في الاخير كنزيد بها لعقداء او ننطحن بها ماطيشة او لشي حاجة بحال هكا فمن بعد غادي نزيد السكر سانيدة كما قلت لكم الكيميه كاملة اللي حتجيتي ميا وعشرين جرام ديال السكر فممكن ديروا اقل ولكن بالنسبة للسكر فجاني هو هادك يعني هاد الكيميه اللي قلت لكم في كيلو وربع ديال ديال الكوكا واللوز جاتني هي هديك الكيميه ديال السكر فغادي ناخد هنا ونبدأ ندوز حتى تخلط لي معدك السكر تماما ويبالي بليرها بدك يشد دراسه وبدك يولي لنا على شكل عقدة من بعد غادي نحطوه في بول اللي غادي ناخدن فيها وغادي نستمر بنفس طريقة حتى نسالي عفوان كل شي وحتى اللوز غادي ندليه نفس طريقة غادي ناخدوه ونحطوه في موني ناكس حتى يتطحليه وعاد غادي نزيد ليه السكر اهداية من بعد غادي نزيد ديال الكيميه ديال الوزالي الكوكا وفبول اللي غادي نجمع فيها كل شي وغادي نبدأ نزيد ليها المكونات المتباقية فهنا ندرت واحد شوية ديال المسكة الحرة كيما قلت لكم تقريبا واحد ربعات الحبيبات اللي دقيتهم مع شوية ديال السكر وغادي نحتاجوا واحد الملعقة ديال القرفة اللي كتنكه لينا هنديرو كذلك واحد زوج ديال ملاعق ديال الكوبيل او الشوكولة الخاص بالحاليب كيعطي واحد المذاق رائع بزاف بزاف وغادي ندير كذلك واحد القبيصة ديال الملح دائما بالنسبة للملح لتصحيح الضوك يعني كيعطينا واحد مذاق زوين كيكونوا ديالين شي حاجة اللي حلوة ومن بعد غادي نزيدوا تقريبا واحد ربعا ديال الملاعق ديال المزهر وحتى الاخير غادي نزيد ملعقة هي خمسة لانه ضروري اننا نشوفوا لقد ديالنا واشكة جمع لنا ولا لو ما جيناش عوتاني ميها يعني غير جمع لنا بحل عقد ديال الكعاب صافي وغادي نبدو ان نشكلوها بالنسبة للزبدة فانا استعملت هنا زبدة سبيسيال او لا زبدة ديال الاكل يعني ماشي ديال العلبة او لا يعني زبدة ديال الحلويات فانا استعملت سبيسيال اللي كان ناكلو ديال العبار وغادي ندير تقريبا هنا واحد زوج ديال الملاعق ليكونوا كبار وفي الاخير غادي نزيد ملعقة يعني بالنسبة المظهر والزبدة كيبقى على حسب العقدة ديالكم واش جمعت لكم ولا لا وغير عطيوها شوية دليك يعني دلكوها مزيان باش هكا تعاونكم وتجمع معاكم بتك الدهون ديال الزبدة ضغية ضغية دائما وحنا كان عجنو العقدة ديالنا وكان كوروها يعني بين يدينا باش هكا نشوفوا واش وصلنا للنتيجة اللي بغينا او لا ما زال فانا هنا كنت مازال كيما قلت لكم وزيت الملعقة الثالثة من الزبدة غادي نجرب فهنا العقدة ديالي مزيانة غادي ناخد ونبدأ نعبر فانا هنا يا عبرت خمستاشر غرام في كل حبة ولكن في الاخير يعني تقريبا درت عشرة غرام في كل حبة لاني درت تقطيعها صغيرة شوية باش يجيوني بريوات صغيرة هنا يلا كنتو غادي تديرو هاد خمستاش الورقة المتوسطة غادي تقطعوها غير على خمسة ماشية على ستة فانا قضعتها على ستة لذلك كلهم نقص منهم شوية شوية تقريبا خمسة غرام اللي نقص منهم فانا بنهار قبل اوجدت العقدة وكورتها كاملة باش كتسهل علي عاد من بعد جبت الورقة لاني يدي بوحدتي ضروري انني ندير يعني هكا شي حويج لي غادي نسهل على راسي بهم الخدمة وغادي نجيب الورقة كما قلت لكم الورقة متوسطة فهنا يجبت كيلو واربع ديال الورقة يعني نفس الكيمية ديال الكوكا واللوز الليدر تجبتها ديال الورقة وتقريبا ما بقاش ديال منها بزاف بقاو لي منها واحد جوج ديال الشرائط تقريبا من بعد ما قطعتهم يعني ضروري اننا نجيب الكيمية او قد شايت لنا شي حاجة لي قليلة مشي بزاف وهنايا غادي نقطع هدو كل الجواني بليك يكونوا مشنفين من الورقة وغادي نبدأ نعبر يعني هكا باش يكون يا يعني كلهم قد قد ما جينيش جيهة كبيرة وجيها صغيرة فحاولت نعبر وقطعتها على ستة ديال الشرائط ومن بعد ما غادي نقطعها غادي نديرها في بلاستيكا جانبين غادي ناخد فقط لي غادي نخدم بيها والبقية غادي نحتفظ بها في بلاستيكا باش هكا ما تكرمش ليه وتبداك تقطع وغادي نبدأ ناخد باش نسهل على راسي الخدمة فغادي نبدأ ناخد ونطلقهم كاملين تسطح العمل باش هكا نحط العقدة دفعة واحدة ونطويهم دفعة واحدة فهنا غادي نصيب باش غادي نكولي ذيك الورقة ديالي غادي ندير شوية ديال الدقيق مع شوية ديال الماء يكونوا شوية سائلين باش غادي نبدأ ندهن الورقة ديالي في الاخير باش تلسق ليه فغادي نجيب شي شيتة اللي غادي تعاونني ما مبقاش ندير بصبعي باش هكا ما نجلقش الدنيا وكذلك يعني تكون تكون الخدمة نقية واحتى أنا نخدم مرتاحة فغادي نحطها جانبين وغادي ناخد الورقة ديالي كاملة غادي نطلقها في سطح العمل ودائما بنسبة الورقة فكنا حاولو نجيبو هادك الجيهة اللي مخربشة هي الفوقانية والجيهة اللي كتكون ملثة هي التحتانية باش هكا كنجينا البريوة ديالنا في نية من براء وزوينة فهنا غادي نبقى ندير كل بريوة بوحدتها أنا غادي نبطئ لكم الفيديو باش هكا نوريكم بالنسبة اللي بنات اللي مك يعرفوش يديروا طيّة باش تجيهم البريوة متساوية من قاع الجيهات فغادي نوريكم إن شاء الله وبالنسبة اللي بريوات من بعد ما نطلقوهم وكنكوريوهم فكنديرهم في بلاستيكة باش ما تنشفش لنا الورقة وتقطع لنا كاملة كاملة هذا القنط هنا أوضحت لكم أكتر كنحطو العقدة كنديو هاد الطرف الحادس الجيهة كنا اخذوا هاد القنط هادة لاخر بعد ما كان قاعدوا العقدة ديالنا مزيان في الورقة الجيهة الاخرا كنعاودو نهزو هاد القنط هذي يعني نص طريقة كامق اغادي بيها نضيف القنط للجهة الأخرى حتى نصل إلى الأخير نضيف القنط للجهة الأخرى نضيف القنط للجهة الأخرى طريقة بسيطة و سهلة لكي يجبون القنط للجهة الأخرى نضيف القنط للجهة الأخرى نضيف القنط للجهة الأخرى و السفر قامة إلى القنط للجهة الأخرى يعني مشي كمية كثيرة وعطتني تبارك الله كمية اللي كبيرة ومن بعد غادي نحط العسل اللي غادي نخدم به فانا هاد العسل اللي كان خدم به خاص فقط بالمعسلات غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف كان خدم به الشباكية كان خدم به اي معسلة كي يجي بصراحة زوين ما كتكون فيه حتى شي نكهة وكيجي عاقد وزوين وناجح يعني كيكون فقط بالحامض والمسكة كي يجي غزال بزاف هنا يقدر الزيت ديالي حتى سخنات مزيان في طنجرة الضغط من بعد غادي نقاس النار عاد غادي نبدا اللوح لبريوات ديالي باش هكا يتحمروا من الداخل ومن بره ما نخليوش النار بجهده باش ما يتلهبوا لناش من بره ومن الداخل يبقوا هكاك الورقة يعني معجنة وقاسحة يعني نحاولوا ما امكن اننا نديروا نار مهيلة باش يتحمروا من الداخل ومن بره في نفس الوقت المرة اللوح لما كنحركوهم متى شي حاجة كنخليوهم فوق من النار حتى كيبانو لنا بدأوا كيشدوا راسهم عاد كن بدأوا نحركوهم واحد الملاحظة انا هنا انفوا سالي تبديد كنقليهم ولكن من الاحسن انهم يبقوا تقريبا واحد لتدير سويا او ليبات وقاع في البلاستيك حتى ينشف هدك الدقيقة مزيان باش ما يتحلوا ليكمش اثناء القلي فغادي نبدأ نحركو هكا حتى ياخدوا لي لون ذهابي وعد غادي نبدأ نديرهم في العسل اللي كيما قلت لكم يكون قاسح باش هكا يشد لكم في البريوات ديالكم او لا اي معسالة دروري يكون البريوات سخان ويكون العسل اعاقد ما يكون شجاري وغادي نبدأ ندير عليهم حالها كل عسل ونخليهمostat ندير القليات ثانية في المقلة ونخليهم حتى نقرب نحييض القليات ثانية عاد نحييضهم باش هكا yبردوا ليهم في العسل و يشربوه مزيان مزيان وإذا كانت عندنا يعني كيميه كثيرة من العسل ممكن اننا انديرو الكيميه كاملة في العسل عاد نحييضه واحدا سالي وفي الاخير باش تكون بردات وشربات العسل مزيان مزيان فنفس الطريقة غدي نبدأ نعاودها حتى نسالي الكيمية اللي عندي كاملة ومن بعد غدي ناخد البريوات ديالي ونحيلهم من العسل ونديرهم في شي صفاية بحال عكا اللي يكون تحت منها شي طبيسيل او لشي بانيو اللي غدي طيح فيها ذاك العسل من البريوات ديالنا لان ضروري كي ستقطروا غدي نردوه نعاودو نخدمو به من بعد ما سليت الكيمية ديال البريوات ديالي كاملة فغدي نسطفها فطاسا بالنسبة للزنجلان ما كد نرشوش في هذيك المرحلة اللي كين البريوات ديالي فوق من العسل باش هكا ما يتخلط ليا ذاك العسل ويتوسخ فحتى كنقضهم فطاسا ساعد كاملة كنرش عليهم الزنجلان باش كيلسق فيهم وكيعطيهم كذلك المذاق وحتى المنظر وكاللي ما كيبغيش يعني قاع يديرها وهناك نكون سنين البريوات ديالنا سمعوا القرمشة كيفاش كتكون ما شاء الله هناك يكون البريوات ديالنا طعب وبردو هذي هي النتيجة كما كنتشوفوا حتى من الداخل ما كيجيش داك القهوية مجهاد بزاف وصلنا الاخر الفيديو ما سختش بكم تلقوا ان شاء الله في فيديو قادم بإذن الله دمتم في رعاية الله وحفظه ما تنسوش تجربوا الوصفة وتخليولي ارأكم في التعاليق الى اللقاء اشتركوا في القناة